تعالوا لنجري باليوم قطيب مع كرونة بالبشاميل بطريقة بتاخد العقل طعم خرافي وبسهولة وما بتاخد وقت كتير تابعوا معي طريقة التحضير لنعمل قطيب مع كرونة بالبشاميل اي نوع مع كرونة بتكون يافيكم تحطوه بغلي مي بحط له شوية زيت وبعدها بحط فوقهم المع كرونة بظل بقلبهم بهذا الشكل وبخليهم يغلوا لحتى تستوي المع كرونة تماما بعدها بصفية وبخسلة وبحط فوقها على بتين فطر بما انه كمية المع كرونة كتيرة هلا رح عمل بشاميل معلقتين سمن كبار بحمس فوقهم ست معالق ممسوحة كبار طحين لحتى يسير لونه اندهار وبحط لون مكعبين ماجي ما تضيفهم ملح كتير لانه الماجي اصلا مالح بعد ما بصير لونهن على شكل ذهبي بهذا الشكل رح ضيفهم لتر ونص حليب فيكن تحطو لتر من الحليب وكاستين من المي اذا ما بتحبوهن بسمين انا بنظلم نغليهم لحتى يصير هذا قوام الصوس انا كنت سالقة فروج بحط الفروج بعد ما بقطعه بقلب الصوس لحتى يتشرب من الصوس بعدها بحطهم فوق المع كرونة والفطر وبحرقهم مع بعضهم وبصبهم بصحون البايريكس او بصينية او باي شي بتكون ياه وبزينهم بحطهم جبن اشقوان وبزينهم بشوية اوريجانو على الوش كمان اختياري اوريجانو بس بيعطي طعم كتير طيبة وبحطهم بالفرن من فوق لحتى يتأمروا هاي الطريقة سهلة وبنفس الوقت البشاميل الصوس كتير وما بتنشف لما بتنحط بالفرن لاني انا مكترة صوس هلأ متل ما لكون شايفين راح حط جبن الاشقوان على الوش وبعدين راح احطلهم اوريجانو طبعا اختياري الزعتر الاخضار بس متل ما لكون بيعطي طعم كتير طيبة وبحطهم بالفرن من فوق لحتى تدوب الجبنة وتتأمر اذا حبيتوا وصفاتي تابعوني على قناتي على اليوتيوب قناة المطبخ الحلبي وشكرا لقالكم على المتابعة اشتركوا في القناة